كأنك يا أبو زيد ما غزيت هو هذا مثلنا لليوم طبعا أنا وعم بدور على مثل كنت عم بحاول ألاقي شغلي إلها دخل في أحداث اليومين اللي فاتوا بصراحة خطر ببالي أكثر من مثل لكن استقريت بالنهاية على مثل كأنك يا أبو زيد ما غزيت تعرفوا شو قصة المثل؟ دا أنا ما بعرف صراحة عليا أنا بعرف إنها عن أبو زيد الهلالي لكن ما بعرف تفاصيل أكثر حلو جميل طيب تعرفي شو اسم مرته لأبو زيد الهلالي؟ علوش علياء صحيح طب إما ما عنديش فكرة صراحة ما شفتش هويتهم طب أبو أبو زيد الهلالي؟ بمزح بمزح أبو لأبو زيد الهلال بمزح بمزح هلأ بني هلال كانوا يقوموا في شبه الجزيرة العربية مرقت عليهم 8 سنوات خلص قحط جوع والإبل تبعهم عن بتموت يعني بهدلة كانت الحياة فاجتمعوا كقبيلة واتفقوا أنه يبعثوا مجموعة من المستكشفين مشان يروحوا يلقوا لهم أراضي خضراء مشان ينتقلوا إلها فمين كان يعني الشخص المرشح؟ أبو زيد الهلالي أبو زيد الهلالي حكب أروح بس بدي أخذ معاي الأميرين يونس ويحيا أبنائه لحسن بن سرحان اللي هو مين؟ الملك تبع بنو هلال والله مسكوا حالهم وانطلقوا راحوا على مصر بعدها غرموا وظلوا متجهين لنحو تونس الخضراء لقوا تونس الخضراء مبسط وقال لك منجيب الإبل وغنماتنا وخلص يعني هذا هو المقصد لما وصلوا تونس أهل تونس ميزوا أنه هدول الجماعة غرباء لا ينتموا لتونس فمباشرة مشكوهم ودوهم عوين على الملك شو اسم الملك تبعهم؟ الزيناتي هذا الزيناتي في الزمنات كاين حلم أنه هيجي مجموعة من الغرباء بعد جاية هدول المجموعة راح تلحقهم جحافل من الناس وراح يحتلوا البلد ويسقطوا حكمه فلما ودوا سألهم أنتم مين يا جماعة الخير حاولوا يدعوا أنهم حجاج وتاهوا تخيل حجاج وتاهوا تاهوا أين؟ والعطونس ما أكل الحكي عند الزيناتي قالهم تعالوا زدتهم بالسجن مين اللي ساعد أبو زيد يطلع من السجن؟ مين؟ بنت الملك الزيناتي الصفيرة بالعقل حكت لوالدة أنه إحنا يعني ما بنأسر إلا فرسان وهذا عبد طلعوا وعليا وين الموضوع؟ عليا كانت زعلانة أصلاً من أبو زيد الهلالي لما طلع عليا كانت زعلانة منه إلهامي هاي أصلاً القصة عن عليا قام طلع أبو زيد الهلالي من السجن بمعاونة الصفيرة بنت الملك الزيناتي وشغلوا الملك شو؟ طبخ بس لسه مش كثير مقتنع الملك الزيناتي فقال لأحد الفرسان عنده اسمه العلام يعلم دير بالك من هاد أبو زيد لأنه أنا حاس أنه هو فارس وليس عبد كما يدعي قام علام قال له عندي القصة كان فيه استعراضات للفرسان فروسية إذا أنت فارس فلما تشوف هاي الشغلات بتحمس ترك شغل أبو زيد وبلش يطلع على الاستعراضات قام علام لمحه وقال له هذا يمعلم له عبد ولا طباق هذا شكله فارس مسكه وقال له بدي أحطك بالسجن قام أبو زيد الهلالي قل له بشرفك دعنا نأتي ونغزو عندكم دعنا نتعاهد أنه أنت تسيبني وأنا أسيبك ولما نأتي ونغزو تونس أنا وياك ما نتقاتل ومنسيبك أكلت مع العلام بتتركوا لأبو زيد أبو زيد مسك حاله وهرب ورجع أين على بنو هلال على شبه الجزيرة العربية مسكوا حالهم عملوا جيش وانطلقوا على تونس وراحوا بعد حصار تونس ثلاث شهور سقطت في إدين بنو هلال هلا بعد ما استقرت الأمور وكل شي تمام إجا أبو زيد ببعت لمين لمرته علياء اللي كانت حرداني لما طلع يا علياء تعالي هاي استقرينا ولا في أحلة تونس الخضراء يا علياء علياء قالت له الله يعطيك العافية شكرا إليك بس صارت تنزل عنا مطر في شبه الجزيرة العربية ورجعت خضرة وكل شي تمام ومش حابين نغادر وكأنك يا أبو زيد مغزيد طيب المثل كيف نحنا منقدر نستخدمه بحياتنا اليومية أو كيف أنت كيف تستخدمه كل طيف بحياتك أو ليش استنى استنى أو ليش عمل هذا المثل اليوم أقول لك ليش استخدمت هذا المثل اليوم اسمعنا احنا على الاعتصامات اللي صارت في الرابع هاي الاعتصامات صارت من حوالي ست شهور نهاية شهر خمسة وبداية شهر ستة صحيح؟ شو كان مطالب الناس لما نزلوك؟ اللي هي الأشياء الضريبة قانون الضريبة وخلاص تغلوا علينا ومعنى شو كل هاي القصص؟ مئة بالمئة وتم إقالة رئيس الوزراء في وقتها وعينوا رئيس وزراء جديد تأملنا فيه خير لكن احنا قبل يومين الناس رجعت نزلت على الدوار الرابع وبلشت فيه اعتصامات صح هل اختلفت الأمور؟ لا ما اختلفت الأمور بعدها الناس عم تعترض على قانون ضريبة الدخل برضو يعني عم يعترضوا انه على شيلة دعم الدعم عن الخبز صح وكمان فيه القانون المعدلة قانون الجرائم الإلكترونية برضو عم تعترض عليه الناس وكأنك يا بو زيد ما غزيت ما غزيت يعني مش عاف شو علقها الموضوح صراحة لك دخلت من هذا المنعطف طبعلي أنت شرأيك من الموضوع؟ هلأ بعيدا عن الرسمة اللي صرت متحمسة إني أشوفها بدي أحكي بالنسبة لموضوع القصة أبو زيد والغزوة وكل هالقصص كيف أنه يعني هو لف العالم عشان يوصل لهدف معين بده يلاقوا منطقة خصبة وذات مياه وما إلى ذلك بالآخر طلعت هي نفس الأرض اللي طلع منها صحيح فذكرتني بقصة أريتها اسمها The Alchemist أو الخيميائي للكاتب باولو كويلو بيحكي فيها يعني عن قصة رجل بده كان يروح يعني يطلع برحلة للبحث عن كنز معين هذا الكنز اللي كان ده يغير حياته وينقله من رجل فقير لرجل غني وما إلى ذلك لف العالم لف الدنيا شاف أشياء بحياته مكان متخيل أنه يشوفها شاف عجائب الدنيا روائع الدنيا تعرف عناس تعرف على عالم مر بظروف كثيرة بالآخر بعد ما لف العالم رجع على بيته وموطنه وبلده ولقى الكنز هناك نفس المكان هلأ تقريبا فيها كثير تشابه مع القصة اللي حكيتها أنه يعني لف العالم بالآخر الكنز ببيته بس يعني العبرة كانت من القصة اللي أنا أريتها أنه أوقات الكنز موجود ببيتك أوكي؟ أو موجود وينما أنت يعني أنت الفكرة أنت لازم تسعى صحيح أنت مش هتلاقي الكنز بره مش هتلاقي الوظيفة المثالية بره والكارير المثالي بره المسيرة المهنية بره بس الفكرة أنه أنت تسعى بتقدر تلاقي أي شيء بدك يا الكنز كونك تلاقيه في عمان بالأردن ببيتك صح صح وكمان يعني حلو لما الواحد يوعد الناس اللي حواليه أو الناس اللي مسؤولين عنه مسؤول عنهم بتغيير يكون قد هذا التغيير يعني عشان بالآخر ما يجي نحكى لك يا أبو زيد كانك يا أبو زيد ما غزيت يعني الواحد لما يكون بده يغير إشي جد يغيره وجد يغير بحياته أو يغير بالمنقف اللي هو فيه عشان بالآخر ما ينحكى له هذا مثلا نحنا نستخدمه لما ننوعد بأشي وبالآخر ما يصير هذا الاشي فمنحكي لك كأنك يا أبو زيد ما غزيت صحيح نشوف الصورة أبو زيد كان في رسمتنا لهو الشعب يعني الشعب طلع قبل ست شهور وطالب بالتغيير طالب بأنه ما يتم رفع الأسعار ما يتم إقرار قانون ضربة الدخل لكن أبو زيد ما استفادش وكأنه لم يغزو لأنه إحنا قبل يومين شفنا أنه الوضع كما هو بالعكس جابوا لنا لسه قانون معدل على قانون الجرائم الإلكتروني بس هل اللوم بيكون كله على زيد؟ على أبو زيد قصدك؟ على أبو زيد قطي؟ والله مش يعني شوفي هلأ إحنا بطبيعتنا يعني يعني لما يتم وعدنا بنفترض حسن النية يعني بنصدق الوعود يعني مش الحق علينا أنه إحنا صدقنا أنه يكون في تغيير يعني تأملنا خير صراحة وإن شاء الله يكون فيه خير قصة الخيميائي على بلده وحاول أنه يلاقي الكنز ببلده ما كان بالآخر لقى وبالقصة اللي أنت حكيتها لو صبر الرجال على بلده وبرضه كان بالآخر إجاه المطر وطلع فيها الشجر والخضار فليت طريت أنك يعني تتعاني هاي المعاناة لبالآخر تكتشف أنه لا والله بلدك بقدر يطلع فيها نفس الخضار اللي كنت عم تدور عليه بره بس السر أنه لأي متى هل هناك أحد أناوي يصبر؟ هل هناك أحد قادر يصبر؟ هل هناك أشخاص فيهم طاقة يصبر؟ صح طب لما لأحد الجاي في مثلا لو صبر القاتل على المقتول كان ماتل حاله؟ ما بدك؟ لا، ما بده؟ برعاية الحنوتي بده يكون تلبق على قصتنا بس تلبق على قصتكم لو صبر القاتل على المقتول كان ماتل حاله؟ يعني بنتناقش نشوف دعني نجمع على مثل كويس ونشتغل عليه حقاً. وفي واحد تاني سوري بدأ أحكي له يا لا أرى عيوبي ولكن أمشي. أمشي وراء عيوبي الآخرين. أمشي وراء عيوبي الآخرين. جميل. حكمة مثل يعني المهم عم تغشي شك شوف ما أحسن. أشكرك على التغشيش.